مشروع السلة الغذائية الذي بادرت به الحكومة بعض المصادقة عليه في مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التجارة يأتي لإصلاح نظام البطاقة التموينية والذي يتيح للمواطنين استلام مفردات أساسية بنوعية جيدة من خلالكم نبعث رسالة اطمئنان إلى مواطني محافظة المثنة الكرام بأن المواد متوفرة وكيد جنابكم اطلع على المخازن وما متوفر فيها من كميات كبيرة تغطي الحاجة الشهرية للمحافظة مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في المثنة أكملت بنسبة كبيرة تجهيز مخازنها وتزويد الوكلاء حيث لا زارة المخازن تتدفق بالمواد الغذائية لحين استكمال تجهيز كافة العوائل العراقية ونعتبر هذه السلة هي مساعدة للمواطن ونتأمل من الدولة ومن سيد الوزير أن نوفرها بأشهر أضافية لحاجة المواطن إلها أي موعد موجود وقاطعين بس بانتظار تكملة المواد الغذائية حتى نستلم القوائم ونستلم المواد الغذائية والله هي السلة إجتب بقتها لأن السوق صاعد ونحن نرجو من الدولة أن تسرع بيها شوي مشروع السلة الغذائية بلا شك سيعمل على تطوير وتحسين ملف البطاقة التموينية بعد أن طال أمده كثيرا بسبب تردي مفرداتها وكثرة الشكاوى على هذا الملف فالاستمرار بتحسين مفردات البطاقة سينعكسه على تخفيض الأسعار واستقرار أسعار السوق وبهذا أكملت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية تأمين مفردات البطاقة التموينية لغرض توزيعها على المواطنين ضمن مشروع السلة الغذائية للعرقية الإخبارية علي كريم المثنى